موسيقى مرحب بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات سين وجيم وعنوان حلقتنا تفسير يخرج من بين الصلب والترائب وخلينا نشوف السؤال من موقع سؤال وجواب ما هو تفسير قوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب السؤال هنا بيتكلم عن صورة الطرق وتفسير فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وخلينا نشوف الإجابة المراد بالآية تسكير الإنسان بأصل نشأته وخلقه من ذلك الماء الدافق وأن الذي خلقه هذه الخلقة بقدرته قادر سبحانه على أن يعيد بعثه للحساب مرة أخرى قال الزمخشري فإن قلت ما وجه اتصال قوله فلينظر بما قبله قلت وجه اتصاله به أنه لما ذكر أن على كل نفس حافظا أتبعه توسية الإنسان بالنظر في أول أمره ونشأته الأولى حتى يعلم أن من أنشاهه قادر على إعادته وجزائه فيعمل يوم الإعادة والجزاء وإلى آخر تفسير الزمخشري خلينا يعني إيه الكلام ده أول اللي جاب أنه شرح كلمة فلينظر لأن أول الآية بتقول إيه فلينظر الإنسان بما خلقه خلقه من ماء اندافق يخرج من بين الصلب والترائب وكلمة ينظر بيوصل الإنسان بالنظر في أول أمره ونشأته الأولى عشان يعرف ويتعلم يعني يقولك حتى يعلم أن من أنشاهه قادر على إعادته وجزائه يعني الجزاء يوم الإيام ونكمل الإجابة وإذا كان الصلب هو الظاهر باتفاق المفسرين هنا وأما الترائب فقد اختلف أهل العلم فيما هي وأين موضعها قال الإمام الطبري رحمه الله واختلف أهل التأويل في معنى الترائب وموضعها قال بعضهم الطرائب موضع القلادة من صدر المرأة وهو مروي عن ابن عباس وأكريمة وغيرهما وهنا بيقول أن الماء الدافق اللي بيخرج من الصلب الصلب ده ينتفقين عليه كل المفسرين وهو إيه الظاهر وده ذكروا تفسير الطبري طبعا الطبري شيخ المفسرين واختلف أهل التأويل في معنى الترائب هو بقى الترائب ده اللي مختلفين عليه وموضعها مكانها فين فقال بعضهم الطرائب دي موضع القلادة من صدر المرأة وهو مروي عن مين؟ ابن عباس ابن عباس ده حبر الأمة وترجمان القرآن وعاكريمة وغيرهما ونكمل الإجابة وقال أخرون الترائب ما بين المنكبين والصدر وهو مروي عن مجاهد وغيره من السلف وقال أخرون معنى ذلك أنه يخرج من بين صلب الرجل ونحره وهو مروي عن قتادة يعني إيه؟ يعني هنا هل ماء الرجل يخرج من بين صلبه ونحره؟ خلينا نشوف معنى الكلام ونكمل الإجابة ونشوف هيقوله إيه؟ وروي أيضا قول من قاله هو اليدان والرجلان والعينان ومن قاله هي الأضلع التي أسفل الصلب ومن قاله هي عصارة القلب يعني ناس تانية قالت الترائب دي هي اليدان والرجلان والعينان وما الرجل بيخرج من الإيدين ومن الرجلين ومن العينين وانا بستعجب وناس تانية قالت لا دي هي الأضلع التي أسفل الصلب وناس تانية قالت لا دي عصارة القلب خلينا نشوف إيه ونكمل الإجابة هيقوله إيه؟ ثم قاله أي التبري رحمه الله والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قاله هو موضع القلادة من المرأة حيث تقع عليه من صدرها لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب وبه جاءت أشعرهم يعني شيخ المفسرين التبري حسمها وقال لا الترائب دي موضع القلادة اللي في المرأة واستدل على كلامه من أشعار العرب وخلينا نكمل الإجابة وهذا الذي اختاره إمام المفسرين من أن المراد به صلب الرجل وترائب المرأة وهو موضع القلادة منها وهو الذي اختاره الإمام الكورتوبي في تفسيره والحافظ ابن كسير في تفسيره واختاره أيضا العلامة محمد الأمين الشنقتي رحمه الله وقال أعلم أنه تعالى بيّن أن ذلك الماء الذي هو النطفة منه ما هو خارج من الصلب أي وهو ماء الرجل ومنه ما هو خارج من الترائب وهو ماء المرأة وذلك قوله جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهر والمراد بالترائب ترائب المرأة وهي موضع القلادة منها يعني هنا بيقول لنا إيه إن التفق الطبري وكرتوبي وابن كسير وكمان العلامة الشنقيتي إن ماء الرجل وهو النطفة بتطلع إيه أو بتخرج من إيه صلب الرجل وماء المرأة بتخرج من إيه من الترائب اللي هو موضع القلادة يعني الجنين بيتكون من ماء الرجل اللي بيخرج من ظهره وماء المرأة اللي خارج من صدرها ونكمل الإجابة واختر ابن القيم رحمه الله أن المراد صلب الرجل وترائبه وقال لا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل واختلف في الترائب فقيل المراد به ترائب المرأة وهي عزام الصدر ما بين التركوة إلى السندوة وقيل المراد ترائب المرأة والأول أصهر لأنه سبحانه قال يخرج من بين السلب والترائب ولم يقول يخرج من الصلب والترائب فلابد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هزين المختلفين كما قال في اللبن يخرج من بين فرس ودم ودلوقتي أهاشرح يعني إيه كلام اللي قاله بيقول إن ابن القيم ذكر آية قرآنية إن اللبن اللي بتحلب يعني من الحيوانات يخرج من بين فرس ودم وقال لما يقول ماء ندافق يخرج من بين الصلب والترائب بيقصد صلب الرجل وترائب الرجل وخلينا نكمل كلامه وأيضا فإنه سبحانه أخبر إنه خلقه من نطفة في غير موضع والنطفة هي ماء الرجل وكذلك قال أهل اللغة قال الجوهريو والنطفة الماء الصافي قلة أو قسرة والنطفة ماء الرجل والجمعة نطف ورقم تاته بيقول إيه وأيضا فإن الذي يوسف بالضفق والنطح إنما هو ماء الرجل ولا يكون نضحة المرأة الماء ولا دفقته ودلوقتي هنا شفت إن ابن القيم أكد إن ماء الرجل هو النطفة وقال إن اللي بيوصف بتوصف التضفق هو ماء الرجل ولا يقال إن دضحت المرأة أو دفقته يعني الماء وفي آخر الحلقة طبعا أنا بسيب السؤال وبسأل سؤال مع السؤال المطروح هل تكوين الجنين علميا بيتكون من ماء الرجل وماء المرأة أصلا؟ وهل الرجل بيخرج منه ماء من ظهره والمرأة نعزب صدرها وتابعوني في الحلقة الجاية بسؤال جديد من برنامج سينودي مرتقي بكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر